السلام عليكم ورحمة الله الفيديو الثالث من سلسلة تعلم كل ما يخص Microsoft Teams الفيديو ده هنتكلم فيه عن ازاي اتعامل بطريقة صحيحة او ازاي استخدمه بدقة وكمان ازاي اتعامل مع البرنامج واطلع الكود والحاجات ده كلها دلوقتي هنروح نفتح البرنامج بتاعي ده شكل التيم اللي انا اعملته صممته صممت التيم بتاعي دلوقتي بقى عايز ابدأ اتعامل مع التيم بتاعي واشتغل عليه الاول كده انا شايف حاجة اسمها general دي منسميها قناة channel channel دي اللي هي القناة العامة بتاعت التيم ده يبقى ده عندي general هنا فيه عندي posters وفيه عندي files class notebook وفيه assignments grade والدرجات ويويويوي وتقدر كمان من ال blast sign هنا تضيف tab جديدة وهنعرف دلوقتي ازاي او من استخدمها في ايه فانا دلوقتي عايز اعمل كود للبرنامج ده او للتيم ده عايز اعمل له كود عشان الطلبة يبدأوا يدخلوا الكود هجيب الكود من اين بروح على التلات نقط اللي موجودين هنا دول بضغط عليهم بلاقي فيه مجموعة من يعني الاوامر manage team add channel we add member we leave ان انا امشي من التيم ده وانا اعدله عايز اعدل الاسم عايز اعمل ان انا اخد copy فبروح على كلمة manage team من manage team هيفتح عندك حاجة اسمها members اللي هو اللي موجودين هنا متقسم عندك owner اللي هم الاسادزة اللي موجودين اللي بيديروا team وفيه هنا عندك guest فيه واحد ولو كان فيه حاجة اسمها member هيبقى member من هنا الاونار تقدر تحوله الى member يعني مثلا لو جيت هنا على السهم ده وحطه هنا بدل ما خليه owner هضيفه member فهيبدأ يظهرلي في الخانة بتاعت مين الممبر يبقى دول الطلبة اللي موجودين عندي هنا هينضفوا فيه member وهنا guest الجست هنا ما ينفعش يبقى member لان ده من ايميل خارجي من gmail ولكن هنا من نفس الدومين فعمل ايه من نفس الدومين اقدر انه هو يخش اقدر ان انا احاوله member لو بسيط لو انا عايز احذفه لو انا عايز احذف الايميل ده بقى بروح احذفه احذفه من اين بحذفه من الاكس اللي موجودة هنا دي بعمل remove بشيله من هنا طب انا لو عايز اضيف من هنا add member لانا وجيت هنا على add member هتفتح لك نفس الخانة انا كنا فتحينها قبل كده وتعمل اضافه لاي حد حضرتك محتاج تضيفه طب عايز اخلي دكتور نادر تاني owner مالك يدير معي الحساب فيبدأ يطلع معي في owner هنا تاني ما فيش اي مشكلة في التعامل مع الموضو ده بعد كده في حاجة اسمها القنوات اللي موجودة حضرتك على الممبر قلت لك فيه قناة اللي هي القناة العامة general تقدر تضيف تعمل add channel هنا وهنعرف ليه انا بعمل add channel وفيه عندي بعد كده setting setting ده اللي هو ببدأ ان انا اعمل ضبط ال team بتاعي اللي قدامي اللي هو theme لو انا عايز اختار له مثلا theme معين لو انا عايز يعني الممبر يكون ليهم حاجات انهم يعملوا adding app and more مش عارف هي الحاجات دي الممبر اللي هو الصلاحيات بتاعة الجست والصلاحيات بتاعة الممبر كل الحاجات دي معمولة اصلا جاهزة مش محتاج ان حلقة تعملها كمان في حاجة اسمها عندي team code التيم كود ده لازم ان انا اعمل له generate هنا فبيبدأ يخلق لي كود الكود ده من خلاله لو انا عملت له full screen يقدر الطلبة تكتب الكود ده او ان حضرتك بتاخده copy اهو اخدتوا copy من هنا علشان ابعته للطلبة على الواتساب او الجيميل او الفيسبوك او اي ان كان والطلبة يبدأوا عن طريق الـ join a team with code فبيبدأ ان هو يخش على هنا او اعمل ان انا اعمل له reset ان انا اغير الكود ده لو حبيت اغيره في اي وقت هنا دي الحاجة المهم اللي عايزك تعرفها دلوقتي ان انا ازاي اطلع الكود دي بمنين من ثلاث نقط دول هنا طب انا عايز اجيبهم من برا لو جيت برضو هتعرف نفس الثلاث نقط اللي موجودين هنا برا بضغط على مور فبيبدأ يفتح لي برضو نفس الحاجات زيادة بس على الهد لو انا عايز اغفي المجموعة بتاعتي دي او التيم ده فبلاقي manage team هنا من خلال manage team بقى تقدر تخش على ال setting ومن ال setting تقدر تخش على ال team code وتعمل generate وتاخد ايه الكود ده يبقى دي اول حاجة لازم حضرتك تعرف طيب اجي بعد كده على الصفحة الخارجية او فيه عندي وفيه الفايلز دي الحاجات اللي حضرتك بتنزلها للطلبة او دي منقول المساحة اللي بيبدأ يتعامل عليها الطلبة يكون فيه محادسة ما بينك وبين الطلاب بتوع حضرتك فيه عندي بعد كده الفايلز الفايلز دي الملفات بتاعت كل الحاجات اللي حضرتك هستعملها وعايز تقسمها مثلا دي الملفات العامة كلها هنقول ليه قلنا عليها عامة دلوقتي عايز اضيف دلوقتي فولدر جديد فيه عندي كلاس ماتيريال هنا ده فولدر عايز اضيف هنا بضغط على عايز اضيف ايه عايز وورد ولا اكسل ولا فبدوس على الكرييت نيو فولدر هنا وباكتب مثلا الفولدر ده انه هو عبارة عن محاضرات مثلا باعمله كرييت يبقى انا كده عملت الفولدر ده عايز اعمل كمان فولدر واكتبه ان ده دروس عملية الدروس العملية مثلا عايز اعمل فولدر تاني بيانات الطلاب عايز اعمل فولدر تالت زي ما حضرتك تحبه من ميزة نتقدر تاخد الكوبا لينك من اي مكان يعني بتاخد الكوبا لينك من هنا بتاخده من الكلاس من البوستس بتاخده من preferent vịعتم بتاخده من اي مكان الا على كوبا لينك ان انا اخد كوبا ويقدر التاليب يدخل على طول على اللي حضرتك أو ما اخدت الكوبا وتقدر تعمل في اي مكان والطالب يقدر يدخل ويبحث عنه للطريقة دي. طب لو عايز اغير الصورة بتاعت بتاعي فبروح على يا اما من هنا ان انا غير الصورة ببعتني على طول على الصفحة بتاعت اللي هي بغير منها الاسم بتاع الصورة وكمان بقدر ان انا غير الصورة بعمل ان انا ممكن احمل الصورة بتاعتي او حط صورة من الصور اللي موجودة قدامي هنا اي صورة مش مهم وبعد كده بغط على ابدات يبدأ يعملي تحديث للصورة اللي موجودة اللي كانت قديمة زي ما قلنا ان دي المساحة اللي بيشتغل عليها الطلاب والدكتور او المدرس مع الطلبة بتوعها فدي قلنا عليها القناة الجنرال لكن لو انا مسلا عايز اضيف اكتر من قناة اقول لك ليه هنا هنتكلم عن كل حاجة لكن مسلا لو انا بتكلم عن المحاضرة الاولى بروح على التلات نوع اللي موجودين هنا وبدأ على اد تشانل بابدأ ان انا اضيف هنا قناة اسميها مسلا المحاضرة الاولى هاستعمل لها ديسكريبشن ماشي انك مسلا المحاضرة دي تتكلم عن كذا وكذا وكذا فطبعا هنا بقول لي ان ان اوتوماتيك تظهر القناة دي عند اي حد موجود فيه اقول له ايوة لو انت حضرتك عايز تضيف حد معين برايفيت حد معين يبدأ هنا يضيف هنا لكن انا هنا بضيف على الستاندرد فبقول له اد لكل الطلاب يبدأ كده ضيفت المحاضرة الاولى فظهرت لي نفس المساحة اللي بتكلم فيها الطلبة وكمان في عندي حاجة البوستس دي الحاجات الالكونفرزيشن للمحادثات فبعد كده باجي على الفايلز عايز ارفع بقى المحاضرة بتاعت المحاضرة الاولى فباجي عند عايز اقسمها فولدرز ماشي عايز تقسمها ترفع على طول على المحاضرة هنا ماشي فبنيجي على ابلوت ونعمل فايلز او فولدر اجي على فايلز يدخلك على البي سي تقدر تختار مسلا اي محاضرة اي حاجة وتبدأ ترفعها على المساحة اللي موجودة هنا كمان زي ما قلت لك بتاخد كل حاجة فيها مكان للكوبيلينك هنا دا ولو الطالب عايز يحدد يعني مثلا لو عملت اكتر من فايل عملت اكتر من فولدر هنا اهو سميت واحد مثلا فولدر الاول وعملت كمان فولدر رقم اثنين مثلا او فيه فايلات كتير كل اللي انا بعمله بعمل تشيك هنا على الملفات اللي انا عايز اعمل لها داول لود وكل اللي انا هعمله هادغط داول لود مرة واحدة تنزل لكل الملفات دي في دي كومانتس اللي موجودة عندي دلوقتي انا عايز ارفع ملف موجود هنا على البوست فلما نيجي نرفع مثلا ملف من على الدرايف مثلا هاجي هنا على العلامة دي المساحة دي اللي بتبدأ تعمل فايل تايب تكتب فيها لأي حد ولو دست على تقدر تعمل لحد معين وهنا انك يعني فيه ايموشن وفيه تغيير للون وفيه بكتش صور شبه الفيسبوك وده ميعمل يعني لو ضغطت على هنا بيقدر يعمل لطلاب يعني مسلا بتشرح المحاضرة وتعمل والحاجات دي وكمان ده الاستريم وده لو عايز تعمل مسلا عايز تتكلم بتبدأ ترفع عيدك او اي حاجة فاكنك يعني بيتبلغ آآ للناس ان انا عايز اتكلم وكمان هنا آآ لي الفيديو اليوتيوب لو عايز تضيف مسلا حاجة من على اليوتيوب آآ السكشن مسلا او المحاضرة موجودة على اليوتيوب عايز تحمله هنا كمان تقدر من هنا وكمان تقدر تضيف هنا قناة يعني مسلا من آآ التاب دي تقدر تضيف هنا برنامج اليوتيوب يعني مسلا اجي هنا مسلا على اليوتيوب اعمل له بعد كده بتبدأ انك تبحس عن اللي حضرتك عايز تنشره او الفيديو اللي حضرتك عايز تنشره من هنا تكتب اللينك مسلا بتاع المحاضرة ولا بسكشن وبعد كده بتعمل سيف فبتنزلك مع التابس اللي موجودة فين اللي موجودة هنا يبقى دي من مميزات ان انا اعمل قناة ممكن اضيف قناة تانية من هنا برضو زي ما قلنا ونكتب دي المحاضرة التانية وبكده وتكتب له وانها تظهر لكل الطلاب والكلام ده طيب مثلا في لو حضرتك عايز تعمل امتحان لطلاب معينين وعايز تقسمهم مجموعات بتقدر مسلا بتعمل برضو نفس الكلام عن طريق الادشانل هنا وتكتب مجموعة اولى او اول مجموعة او اي حاجة هنا بقى مش هتظهر للطلبة على طول فبتعمل المجموعة دي بتبقى بعد ما تضيف تفضل تبدأ تختار معين هم اللي يشوفوا المجموعة دي بس وبعد كده تبدأ ترفع لهم الامتحان عليه او اي حاجة يعني زي ما حضرتك تحب وبعد كده مجموعة تانية فدي البرايفيت بقى دي قفلت خلاص بتوع المجموعة اي مجموعة تانية مش هيقدر يخشه هنا وحضرتك اللي بتحدد عدد المجموعة اللي موجودين عند حضرتك هنا يبدأ الشغل ببساطة على الكلاس روم فانا بروح على القناة الجنرال بتاعتي فيها كل الفايل اللي موجودة لكل الطلاب وفيها النوت بوك لو حداك عايز تضيف لهم مسلا تعليمات معينة هنا موجودة ايه الدرجات الحاجات دي التقديرات كل الكلام ده اجي بعد كده في يعني مسلا في زي ما قلنا ان انا لما ببعت اللينك لطالب او بديله اللينك هو يبحث عنه فبيعمل بيطلب اضافة اضافة عضو فانا بالتالي لازم اقبل العضو ده من هنا فاقبله منين باجي هنا عند من تلات نقط دول بفتح ماليش تيم بلايه حاجة اسمها بندينج تيم بلايه حاجة اسمها بندينج ريكوستس بلايه حاجة اسمها بندينج ريكوستس اللي هي الطلبات اللي بتبقى يعني لسه ما حدش وافق عليها فبفتاحها من هنا بتطلع للطلب بقى وابدأ ان انا اقبل الطالب ده لو كان الطالب ده تابع يعني مقايد مع معي في الاسماء يبقى في الحلقة دي اعرفنا ازاي بحصل على الكود وكمان ازاي يعني بحصل على اللينك بتاع التيم بتاعي وازاي بضيف احد من ايميل خارجي ودلوقتي هنشوف طب انا دلوقتي ضيفت ده الايميل اللي هو الجست هيزهر بقى هيجيل على الايميل طلب ان في اضافة عن طريق مايكروسوفت تيم حد بيدعوك ان نشوف كده مع بعض الرسالة اهو ان هو عايز يبدأ يضيفك على مايكروسوفت تيم فهنا بيعمل اوبن مايكروسوفت تيم وبكده يقدر يدخل على التيم اللي انا بعتله عليه اضافة اي حاجة بتعملها بتبدأ تتغير هنا في الصفحة العامة اللي قدامي الطالب عايز يعمل ابلود للكلاس متيريال بتاعته فبيضغط هنا بيدخله على الفايلز على طول ومنها هيقدر يعمل اه دولود لكل المحاضرات وكل الحاجات اللي الموجودة هنا وزي ما قلنا ازاي بنعمل شانل قناة لكل محاضرة وكمال لو انا بعمل امتحان او بعمل اي حاجة بعمل مجموعة كل مجموعة خاصة بنفسها وازاي بخليها عشان اي حد يقدر يخش عليها وبحدد المين اللي يقدر يدخل عليها من هنا من الممبرز وبكده نكون خلصت الجزء ده ازاي تتعامل بطريقة اكثر دقة على المايكروسوفت تيمز واشوفكم في حلقة في حلقة قادمة ان شاء الله السلام عليكم